أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تعتز بالإسهامات الوطنية لرجالاتها المخلصين عبر تاريخها الممتد لعقود وتفخر بمنجزاتهم الوطنية التي سطرها بعزم وإصرار لتبقى خالدة في ذاكرة الأجيال ونبراسة للمستقبل لتقديم المزيد من البذل والعطاء من أجل الوطن ولفت سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الإرث التاريخي لمملكة البحرين من خلال تدوين وتوثيق أبرز المحطات وحفظ ما تم فيها من إنجازات نوعية وذلك وصولا لكل ما يتحقق اليوم في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمنا ووقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الشيخ عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين حيث تشرف معاليه بإهداء سموه نسخة من كتاب الشيخ عبدالله بن خالد الداعية والمفكر والمؤرخ الذي يوثق سيرة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة ومآثره الطيبة التي حفرت مكانته الوطنية لدى الجميع وأعرب سموه عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد الكتاب وتوثيق أبرز المحطات التاريخية للمغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة فيما سيرته الحافلة بالعطاء والخير على أكثر من صعيد مؤكداً أن الكتاب مرجع تاريخي هام وسيبقى شاهداً على الأثر الذي تركه المغفور له وبصماته الوطنية في مسيرة المملكة من خلال مختلف المناصب التي تقلدها ليقتدي به أبناء البحرين من حاضر الوطن ومستقبله من جهتي أعربة معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الشيخ عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين عن خالص الشكر وتقدير لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام وحرص على توثيق تاريخ مملكة البحرين تعزيزاً لإرث الوطن التاريخي كما حضر اللقاء معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين